بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإمام النووي صاحب كتابين من أشهر كتب الأحاديث كتاب الأربعين النووية وكتاب رياض الصلاحين قال في مؤدمة كتاب الأربعين النووية إيه السر في إنه اختار أربعين حديث بالزبط ليه مش خمسين ليه مش تلاتين فقال إن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت ورغم إن الحديث ده حديث ضعيف ولا حديث ضعيفة بيؤخذ بها في فضايا الأعمال لكن الإمام النووي كمل وقال إنه مش معتمد في الكتاب على هذا الحديث لكنه معتمد على قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى له من سامع صدق رسول الله ومعنى نظر الله أي أن الله يخصه بالبهجة والسرور في الدنيا وبالنعيم في الآخرة ومن هنا جات فكرة السلسلة دي كل فيديو هناخد حديث صغير يكون حفظه سهل ونحفظه مع بعض بس الشرط أنه يكون حديث صحيح أنا محمد العشماوي ويلا بينا نستمتع بعدما نصلى على النبي ورفنا لك ذكرك الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله صدق رسول الله حديث متفق عليه هنقول مرتاني عشان نحفظه مع بعض الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله صدق رسول الله حديث متفق عليه بعضنا يمر على مرابي يمر على عاصي يمر على متبرجة حتى قلبه ما يتغير مار حتى استمرأ بعضنا المنكر وصار المنكر يراه ويسمعه وماشي لا داعي ولا هادي ولا منكر ماشي وما علم أنه لربما حشر مع صاحب المنكر لأنه ما غار على حرمات الله ولذلك المنكر لا بد أن يغار عليه أو على فعله حتى يحفظنا الله ولذلك قال الله قال عليه الصلاة والسلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطراء أو ليخالفن الله بين قلوبكم وقلوب بعض ثم يلعنكم كما لعنهم ثم قرأ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوا والبعض يقول ابعد عن الشر أغني له نعوذ بالله من الخذلان وهذا من وحي الشيطان يقول ابعد عن الشر أنت إذا بعدت عن الشر والشر هذا يهم الأمة أنت شركت مع شاء صاحب الشر اشتركت معه في الإذم سواء بسواء لا بل الشر إذا مررت عليه لا أغني له ولا أعرض عنه بل أقول له اتق الله أخي تابعونا على فيسبوك وإنستجرام وتليجرام الرابئ كلها تحت الفيديو اشترك في القناة بالضغط على دايلة في النص وشوف كمان فيديوهاتنا اللي فاتت وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته